طب لو انا يا دكتور رقمي 9 يبقى ساعتها ايه بقى يعني اسمك التسعة اه بقى التسعة هذا رقم مرتبط في كوكب اسمه المريخ اذا كان انت برجك حمل او العقرب بناسبك يعني انا برج الحمل ورقمي 9 انت زابط كتير معاك اوكي حيبقى ايه بقى هيعود علي ازاي حضرتك هذا بيعطيكي النجاح اكتر بحياتك ليه بقى لان انت اسمك زابط مع برجك اسمك 9 وبرجك 9 رقمه يعني برج الحمل رقمه 9 واسمك 9 ظبط هلأ حضرتك استاذ ما انت رقم واحد لو انت برجك استاذ كمان رقم واحد كان ظبط هبو مش معتها اذا عزراء مش بزبط لا بزبط لكن هنا اكتر طاقتك بتكون اقوى حظك اقوى يعني فيه توافق مع رقمها والبرج بتاعها جدا هنا التسعة رقم التسعة مشترك معاكي وهذا بيناسبك جدا بس دائما التسعة زي برجك وزي انت حمل ما حمل يعني انت اسمك حمل وبرجك حمل طب ده حلو جدا يعني زابط حمل ما حمل اسمك بيعطيك التهور وبرج الحمل بيعطي التهور يعني انت لهم متعورة في اتخاذ القرار رقم التسعة رقم الكارزمية بالشكل ورقم التهور ورقم الاندفاء والعصبية طبعا هذا يسمى كوكب المرخ بقوكب النار او كوكب الحرب طب ما يكده كلها تفوت نس هتخاف مني ما فيش حاجة حلوة متعورة وعصبية اقولك الحلوة او عصب شوي التسعة بس الحلو فيه انه صريح صادق صادق بالتعامل صريح طيب القلب برج الحمل واسمك كمان ياسمين طيب القلب الله خليك بيجاد بقلبن عراسل سنون بس انا بقى بنصح دائما رقم تسعة زي الاسم حضرتك ياسمين في عنا اسم كريم كمان رقمه تسعة كريم كان زملنا هنا كريم حاتن ايوه كريم رقمه تسعة بناسبه كمان برج الحمل مثلا لانه هو حمل اسمه عنا فرضا اسم فاطمة كمان تسعة هدول الاسماء اللي بيحملوا رقم تسعة فرضا ماروان تسعة كمان هدول الاسماء يعني دائما بيكونوا صريحين دائما حاولوا انه ما يحكوش كل حاجة بقلبهم زي حضرتك كمان لان احيانا الطيبة والتهور الزائد في الحمل والتهور طب احنا عايزين اقتمن على اسم فاطمة بينسبها اسم ايه فاطمة اذا فاطمة غير فاطمة طبعا فاطمة تسعة نحن قلنا فاطمة تسعة بس فاطمة بيصير زحل بتعب الاسم فاطمة بتعب زي ليلة زي مجدة بشيله تعام حظا مش حاجة بيعني لا مش السنة دي او بشكل عام هم كمان بشكل عام مش محزوزين او بتعبوا شوي بتعبوا شوي فاطمة بيشيله مسئوليات فاطمة ليلة مجدة محمود احمد طب مروة ايه مروة كمان بتشيل مسئوليات كمان مروة كمان كمان ترجمة نانسي قنقر